أبنائي الأعزاء أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتون فنتوقع الله ونبتدي Central Nervous System Motor كنا فرغنا من Sensory ونبتدي Lecture 1 وهي خاصة بالريفليكس وعلى وقت تحديد الستريتش ريفليكس وبعتذر عن هذا الانقطاع لأنه كما أقول أنا لا أستخدم المنزل والناس تستقبل UPS لأنهم تجعلهم عن طريق البريد فما أقدرش كنت أعطالهم فنتلهم فرصة يأخذ الحاجات لهم مع وزنة ثم نبدأ فسوري على ديس انترابش فهنبتدي Lecture 1 في Central Nervous System وهي خاصة بالريفليكس وهنعيد تاني يا أولاد فنقول الآتية And reflexes can be classified ممكن نأسم reflexes بالطرق الآتية Can be classified according to ثلاث طرق الآتية يمكن نأسمهم حسب السنتر لو السنتر هو Spinal Cord نسمي Spinal Reflex السنتر هو الميضالة نسمي ميضالة ريفليكس السنتر هو الميبراين نسمي ميبراين ريفليكس السنتر هو cerebral cortex نسمي Cortical Reflex تمام؟ طيب إذا حسب السنتر عندي أربعة نواع Spinal Medallery Midbrain أو Cortical لو كان السببا كورتيكس حسب Sight of Receptor السم الثلاثة لو الريسبتور في السكين والساب كوتينيس تيشو سنسميه Superficial Reflex لو أنه في الميبراين سنسميه midbrain reflex أسف لو أنه في السكين والساب كوتينيس تيشو سنقول Superficial Reflex لو أنه في المسل سنسميه deep reflex لو أنه في الفيسرا سنسميه visceral reflex ممكن نقسمه حسب number of synapses إلى monosynaptic لو فيه بيلتقي أفرم بالإفرم مباشرة وما فيش ما بينه بغير وان سينافس فيش انت نيرون وده ما فيش غير إجزامبل واحد عندنا في الجسم اللي هو stretch reflex أو by synaptic وعندنا إجزامبل واحد اللي هو inverse stretch reflex عكس stretch reflex أما ما قلت reflex ففيهم one or more interneurons ويبقوا بالتالي polysynaptic اولاد في كل ريفليكس في مستعد للإجابة في الاسئلة تركت المسمة من أربعة منor حسب مكان السنطر. حسب سكينوس ركوتينيستيش يبقى سفرفيشي. مصيل يبقى ديب في الفيسرا يبقى فيسرا. حسب الننبر في سينابسيز ودي التأسيم الأهم. نقسمه إلى مونو سينابتك باي سينابتك أو بولي سينابتك. ننتقل بقى الأول ريفليكس وهو المونو سينابتك ريفليكس. قلنا عندنا مثال واحد بس. اللي هو الستريتش ريفليكس. وبقولي يعني استريتش ريفليكس يا أولاد. يعني أي عضلة نعمل لها موضرة استريتش تعمل كونتراكشن. والغرض بتاع هذا ريفليكس هو الحفاظ على طول العضلة. نفرض ده طول العضلة. أي عضلة تعمل لها موضرة استريتش تعمل كونتراكشن. يبقى الايم تومنتين كونستانت لانث أوبا مصر. وقلت إن هذا الستريتش ريفليكس. اللي هو الوحيد اللي مونو سينابتك. هو المسؤول عن البلانس اللي بيتمتع به إنساني. وقلتها إزاي. إن أنا عشان أقعد ايم بلانس. ما أقعش. حافظ على البوشير متاعي. لازم مركز الثقل. هنقولها هندسية. يبقى العمود الساقط. على الأرض. على الارض. على الارض. اللي هي التو فيت بتوعي. يقع داخل الارض. يبقى مركز الثقل. لو خبت منه عمود. لازم يقع داخل الارض. الارض. يبقى العمود. وقلت إنه لازم يبقى سريع جدا جدا جدا. ليه؟ لأنه مش بيحصل. بس وانا واحد بحثة وانا ماشي. وانا بنط. فلازم كل مرة مدرة تستريتش عمي الكنتاكشن. مدرة تستريتش عمي الكنتاكشن. لتستريتش عمي الكنتاكشن. العمود الساقط منه داخل إليف سبورت فما أقعش. وقلت يا أولاد إن الستريتش ريفليكس ده هو السبب في السيفليزيشن اللي إحنا عايشين فيها. ليه؟ فهمتها لك. هو ده اللي خلى الإنسان لما أقول لكم قصة إن منذ عشرات الألوف من السنين كان الإنسان بيمشي على الأربع أطراف. زي الدواب. ما يعرفش إن ربنا اختصه بنعمة وهي الستريتش فليكس اللي هو فاق السرعة بحيث إنه تملي بيحفظه على السنتر في جريفلي داخل الإيريا في سبورت اللي هي صغيرة قوي قوي. اللي هي التو فيت. فبقى بقيت الكائنات بيستخدموا الأربع أطراف للماشي للبروبالشن. إنما إحنا عندنا التو لكس بس بقوا للبروبالشن. نمشي بيهم. وفيه طرفين تبين فاضين خالصهم اللي هم التو أرز صنعنا بيهم السيبيليزيشن حتى يسموهم الأورجنز أو المانيبيليشن. فلولا هذا الستريتش فليكس كنا بقينا زي بقيت الدواب بنستخدم الأربع أطراف للبروبالشن يعني الاندفاع وبالتالي ما عندناش أطراف حضية نصنع بيها الحضارة. لكن هذا الستريتش فليكس خلنا نقدر نحافظ على الاتزان على فري نارو بيز اللي هي الاريا في سوب بورت اللي هي التو فيت. وقتين هم ما بقوش في البروبالشن بقل التعامل بلياد المانيبيليشن صنعنا بيهم الحضارة. ففي الأول أنا حاولت أحببك في الستريتش فليكس. تفهم إحنا جئين ندرس إيه؟ هذا الستريتش فليكس هو الذي صنع. الستريتش فليكس اللي عملناها بأيدينا لأننا نستخدم اثنين بس فور بوربالشن. طيب تعالوا بقى نشوف مع بعض. ستريتش فليكس قلت علمتكم فلسنسيشن لما يجي لأي سنسوي باثوي هنتكلم عليه بخمس نقاط. فاكروا ثري أوردر نيرونز تلاتة نيرونز بترتيب معين مسبقين بالرسبتور ومعقوبين بالسنطر. ما عشقت مستعشق النظام. يبقى أي سنسوي باثوي لازم تفلفيل خمس نقاط في إجابتك. تقول الثري أوردر نيرونز وقبلهم رسبتور وبعدهم بالسنطر. طب لما تيجي تتكلم على أي ريفليكس علمتك في ثلاث نقاط أساسية. لازم تشرح الأفرينكليمب والسنطر والإيفرينكليمب. لأن دول هو اللي بيضيع فيهم التايم حتى يسموهم التوتا ريفليكس تايم. يعني توتا ريفليكس تايم بيضيع فين؟ في كوندكشن تايم في الأفريند والسنترال ديلاي ، اللي هو حسب السنتر والكوندكشن في الإيفرين. هذا أهم ثلاث نقاط في أي ريفليكس. لكن للطالب اللي عاوز تطلع من الثلاث نقاط بقا ميش ثلاثة بس. آه دول الثلاث الأهم. الأفريند والسنترال إيفرين. بس التيبيكلت شرحهم زي ما هقولك كده. الأول تقول الستيمولاس. وبعدين الاستيمولاس هي قصة على الريسيبتور يبعت عن طريق افرنت وقلت بطريقة جميلة لو خدت الانيشالس بتاعتهم يعني حرف الاس مع الار مع الا مع الاس مع الاس هتلاقيها ماشية كلمة غريبة شوية بس هتذكرك سراصير يبقى حتى بعد كده هنتطفق مع بعض لما قولك هنشرح الريسيبتور هنشرح الريسيبتور والأفرنت والسينتر والإفرنت والرسبونس كده يبقى الشرح كامل محدش يقبل يحط لك حاجة غير للأوائل من حط نقطة سبعة احيانا اللي هي الايمو بريفلكس اللي حطيتها بلول احمر تعالوا نطبق للأوائل ايه الاستيمولاس على استريتش فليس افتح ودنا كويس مادرت مادرت ستريتش لان الماركد ستريتش لان الماركد ستريتش الشيء يزاد عن حده انقلب على ضده هنشرح الريسيبتور هنشرح الريسيبتور هنشرح الريسيبتور هنشرح الريسيبتور هنشرح الريسيبتور موجود في الفليشي بارت المسل اسمها موسل اسبندل و الأفرنت أحسن أفرنت تمتلكه 1A حتى الواحد تمال يقول الحاجة دي ايه وان و لكننا ستقولها بالعكس 1A و هذا الريفليكس الوحيد هو مونو سينابتور يعني الافرنت ينتقى بالإيفرنت مباشرة لا يوجد انتر نيرون مونو سينابتور و الإيفرنت أحسن إيفرنت عندك 1A لأننا كنا نقسم الفايبر زولان حسب 1 و 2 و 3 أو A و B و C انت بنقي أحلى حاجة هنا 1A وهنا A ألفا لا يحدث من هذا موسيقى موسيقى بصلي كده على هذا الريفليكس و غبني على السؤال الآتي يبقى هذا الريفليكس سريع ولا بطيء أنا سمع طالب قال لي سريع إجابة خاطئة نسبية هذا الريفليكس افتحه دانك فائق السرعة The fastest reflex in the body أسرع الريفليكس لأن أي رفليكس قلت لك لما يسألك في الشافوي total reflex time بيضيع فين تقول له في تأتي الحاجات اللي هم المهمين الافرنت والسنتر والإيفرنت فده في كل مقاومات السرعة أسرع أفرنت أسرع أفرنت أسرع أفرنت أ ألفا وأقل سنترال ديلي لأن فيه موسيقى 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 طيب تعال بقى فراجة تعالى الريسيبتور سأقعد لأول مرة هندرس الريسيبتور لسؤال نظري مهم اللي هو المسل اسبندل المسل اسبندل اهي الأول مصف فين المسل اسبندل المنغزة العضلية اهو موجودة في الفلشي بارت اوف مصل دعونا تدع الريسيبتور في الفلشي بارت اوف مصل الريسيبتور من العشق النظام يا أولاد. هذا المسلس بندل ، شكله مثل المغزل الموجودة في الفلشي بطريق المسل موجودة من المسلس بره يبقى أن يكون لدينا مصلي بمسلس ببقى المغزل يسمى أنترافوسل مصلي وهذه المسلس ببقى المغزل يسمى أنترافوسل تكلم في أربعة نقطة. سوف تتكلم في أربعة نقطة. عد معي كل واحدة فيها تمانية إلى عشرة إلى عشرة إنترفيوز المسل فايبرز ثاني نقطة الطايفز عندي نوعين بص بقى معايا الرسمة وطملك في جدوة الجميلة قد يسمى نيوكلير باج موسيل فايبر لأنه نيوكلير الموجودة في شكل شنطة أما لو نيوكلير الموجودة في شكل كالتشين يسمى نيوكلير موسيل فايبر يكون هناك دو طايفز نيوكلير باج ونيوكلير تشين لتاني نقطة طب السؤال او قبل ما نقول حتى السؤال احبك تاخد بالك ان مش كل الانترافيوزا المسل فايبر مشتعل كريسيبتور لا السنترال بارت بس هي ريسيبتور اريا طب البريفرال بارتس هنا في نيوكليار باج او في نيوكليار تشي كونتراكشن عادي خالص طب هو ليه ربنا عمل نوعين من الانترافيوزا المسل فايبر نوع ديناميك اللي هو نيوكليار باج ونوع استاتيك اللي هو نيوكليار تشيني طالب قال لي مش فاهمة يروح فاهمة الديناميك بيشتغل ويل داستريتش is going on وانت بتشد العضاء ولما توقف الشهد الاكتيفيتي بتاع تتقلي جدا يبقى بيشتغل ويل داستريتش is going 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 on إنما الاستاتيك بتشتغل so long as the muscle is stretching يعني بتشتغل لما تبقى وهي مجدودة لكن مش فاهمة تشد يبقى واحدة ديناميك بتشتغل والاستريتش حادث والتانية طالما العضلة مجدودة طب انت جاوبني في النقطة التانية يبقى بالعقل مين اللي هتبقى سلولي ادابتنج سواء المسكيو مية اللي هتوعد شغال على طول اللي هيستاتيك سلولي ادابتنج حتى حلوة الاسس مع اسس الديناميك هي اللي تبقى rapid يبقى تعليمنا نقطة طين النقطة التالتة والرابعة ليه هكدوا مع بعض طالب زاكي قال لي انت قلت لنا ان الريسيبتور الاريا لازم لها افردج في النقطة واقع symm detection وقلت لنا ان الريسيبتور ليسي الريسيبتور الخاص بي يبقى لازم لها chiff det يبقى لا اول مرة هولاد نجد الريسيبتور له افرند وله افرندج SylVO الر thuenne الريسيبتور الوارying انتررب الريسيبتورلي انتي Familien وانت قلت ان هم نوعين باق و تشين يبقى لازم يبقى عندي 2 أفرنس و 2 إفرنس أدم هم 2 طيبس يبقى في 2 أفرنس و 2 إفرنس وتعالى بقى هي هذه الحتة اللي مليانة أسئلة MSQ فعندي 2 أفرنس في primary و second primary يلف حوالين 2 طيب المسل فايبر يسمى أنيلو سبايرا يسمى أنيلو سبايرا يسمى أنيلو سبايرا و هذا هو group 1 A يعني لو أحسن نوع أدخل نوعه 16 متر أسرع واحد 120 متر في السنة و يبقى طالب ذاكي أدام لافف حوالين الاتنين يبقى هذا المفضل لأنه يديد ديناميك والاستاتيك رسبونس لأنه متصل بالباج والتشين يبقى يديد ديناميك والاستاتيك بينما الساكندري أفرنس متصل بس بالتشين حتى يبقى في شكل فلاور سبري عارف يعني ما فلاور سبري؟ عارف لما كده قطرات النالة تبقى على الزهرة الصبح تلاقي قطرات كده على أوراق الزهرة وهو ده شكله كده متنطور على السنترال بارتو نيوكلر تشين وده تمانية مايكرون بس و جروب 2 حتى لطيفة يبقى البرايماري تعال حفظك بطريقة حلوة جروب 1 برايماري 1 الساكند جروب 2 طب عرف اللي بعدها لطيفة البرايماري ده منتصل بالنوعين عشان كده السمك بتاعه قد قد ده ده مصادفة طبعا قد ده مرتين ده 16 مايكرون ده 8 مايكرون وطبعا ده الأسع عمين وعشرين عارف ده أصعب نقطة في الامسكو ان الطالب اللي ماخدش باله يقولك اه في باق و تشين يبقى واحدة ليها برايماري والتاني ليها ساكني فيين أهم نقطة مش كده ان البرايماري حتى بص في الجدول انا كل حاجة بعملها بهدف باكتب ما اعنيه واعني ما اكتب البرايماري متصلة بالتنين يبقى تدي ديناميك وستاتيك رسبونس اللي هي حتى برايماري وانها بالتنين السمك ستتاشر ميكرو مجرد مصادفة بس جميلة ومئة وعشرين متر في سانية انما الساكني متصل بالتشين بس يبقى تدي دي الاستاتيك رسبونس بس اللي هي قلنا جروب 2 وبعدين تمانية مايكرو نعم وطبعا ابطاء يبقى فين اهم سؤال في الامسكو هنا هو ده اللي بيجي ان الساكندري متصل بالتشين فبتدي الاستاتيك رسبونس بس لولي ادابتن يحفظها قلتها الس الس سي الساكندري استاتيك س لولي ادابتن تبقى تنساها ما حيات لان البرائماري بقى ميش التانية لا قلنا البرائماري تشينو باك يبقى استاتيك وديناميك يبقى تاخد على الناحيتين فهدي اهم سؤال بي لخبطوكو فيه انه ميش واحدة لكل نقطة التالتة ياولاد الرابع أسف ان فيه 2 اي فرنس هنا ففيه هنا بقى مفيش تاخبطة الديناميك اللي قلنا اليفرنت هيروح لمين البرائماري باك الديناميك يروح للباك الديناميك وهي الهزيزة والستاتيك يروح للتشين اللي هي استاتيك وبيبقوا جروب جاما قد بالك بقى سؤال بسكيو مهم او 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 رابع الافا الان tada م것도 ungلايا او 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 محبو الانring η الا الفا التالي السيدي ومام اعني بنا انا اسوار الماخ بالالفا العواج Earlier ni كيف يحصل الريفليكس؟ لو انترافيوز المسل فايبر تشدت سواء دينامي كولاستاتيك ستبعت عن طريق الافرينس يروح للألفا التي تغذي الاخترافيوز المسل فايبر تشد الانترافيوز المسل فايبر تبعت عن طريق البرائمي والسكندي حسب الانترافيوز المسل فايبر تشغل الالفا تشغل الاخترافيوز المسل وحد قال لي امال مين يأثر في الجاما؟ أنا شايف ان الجاما ليس في الريفليكس؟ يعني أنا بدأ معاك الريفليكس ارك الدايرة هي الافرين يروح للألفا هم قالوا الجاما دي ايه؟ الجاما دي هتتأثر زي ما نشوف في واحدة من اهم الموضوعات في الطب بالهاير سنترز فيها هير سنترز يزودوا السنستيفيتي والأكتيفتي وهير سنترز ينقصوا يقللوا السنستيفيتي بتاعت الجاما والتالي يمكن أن يفهمها كواس قوي قوي معلومة تانية انه غير ان الافرينس بينتهوا عند الالفا ويكملوا الريفليكس يجب أن يبعثوا الافرينس لفوق للسنترز يدينوا فكرة عن الريفليكس يعني كأن الافرينس بتكمل الريفليكس وتروح للالفا ويطلع لفوق للهير سنترز نقطة بعد كده مهمة جدا في الامس كيو أما قول ديناميك وستاتيك مخي يقول لي ايه؟ الديناميك بتشتغل ويل داستريتش is going on والستاتيك ويل داستريتش is maintained لا فيه نقطة مهمة اوي اوي وهبقى قولها ليه لأنه رأى الخلق خالق إن ربنا خلق ديناميك ريفليكس ما بيشتغلش بس ويل داستريتش is going on كم الجملة الخطيرة نيه؟ لكن بيشتغل لاث ويل داستريتش يعني براجل هو ديناميك مفروض يشتغل ويل داستريتش is going on اه معظم شغله ويل داستريتش is going on لكن مش معنى أن لما يثبت الستريتش يبطل استريتش توقف عنده طول معاينة انها بيبطل يبطل 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 ويبطل يبطل 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 وحتى لها اقناعة تماما انه وراء الخلق خالق لا يبدو انها حقائق صعبة وراء الخلق خالق سبحان الله دا سؤال من اهم الاسئلة stretch of muscle spindle يبقى في عجالة كده نراجع سؤالين سؤال شافه مهم وسؤال تحييل مهم اشرح لي stretch flex تقول انا شاعف سبطل استيملس moderate stretch receptor muscle spindle afferent 1a هذا الاهم center monosynaptic E-front A alpha response contraction يبقى يوعد في الاستيملس moderate stretch هذا الاستيملس هذا الاستيملس سيسألك ده ليس سريع ضفائق السرعة هذا الاستيملس لانه هو اللي يحافظ على الاكوليبر لو انت طالب ممتاز سأقول لك جملة سبعة الايم 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 نتحافظ على الايم بغرض A with the aim of maintaining الواطحة الايم هذا الايم انت تنسى الام هذا الايم يا طريقة سنقوله In Total Reflex Time يضيع فيها الحاجات و E-Front و Central Delay يا إلهي أحسن أفرت ؟ أحسن أفرت 1-A و حونت سينابس لاوجد غيره وفهمت؟ إذا كانت تحاول على غير البتحر و أنت تجري و أنت نشاط فيه فعق الصور نحن ستأتي للسؤال النظري الثاني تقريبا سيكون فنجد المستخدم معه من الرقم من الرقم من الرقم من المستخدم تقريبا في الشيخ ؟ حتى نخلص بالأول في المستخدم من المستخدم مستخدم هم يجب أن يكون الرقم من الرقم بالنستخدم دي جملة عدة مع الأربعة جملة. تاني جملة اللي هم two types وعليه في two efferents تالي جملة وعليه في two efferents. two types قول معايا يا باك يا تشين حسب موضع نيوكليايل. طب ليه ربنا عمل نعيم؟ انتوا بس اللي فاهمين. واحدة dynamic بتشتغل دلوقتي بقى افتح ودنك. أساساً أساساً while the stretch is going on. لكن ما بتبطلش بقى للأوائل لما يخلص تبع بس دي جملة. بينما نيوكليار تشين نيوكليار تشين استاتيك. وفي النقطة اللي نفسها تقول نقطة تالية مهمة. يا جماعة انترافوجيا مسر فايفرز الريسبتور الريسبتور هي central part والبريفرارل part هي contractile part. لكذا حتاجنا افرنت للسنترل part وإفرنت للبريفرارل part. ما صف الرسمة؟ افرنت للسنترل ريسبتور وإفرنت للبريفرارل part. فين بقى النقطة اللي بيتعاعد الناس في المسكيو. اني فيه primary secondary. فانا هتصور كل واحدة تغذي نوع من أنواع الانترافوجيا لا. هل لك نحفظ secondary وانت تعرف primary secondary. 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 static. s slowly adapting. ومتصلة بالتشيند فقط. اهي. s, 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 c. secondary. slowly adapting. static. فانا تبقى wirirma t showing. primary هى المتصلة بالنوعين. فتدي dynamic و static. وبعدها تبيع عارف نقطة في المسكيو. ان QUE bummer 1A بتبقى حلوة. primary 1A. انما السكنه بيبقى fiber group 2. هذا منتصل بالنوعين ، فدخل 11 مايكروس 65 أو 8 مايكروس السيكالي 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 لا تصل على تشين الأفرند يغادز أفهم للأجواء من البرائج الوثيئة البرائج الالسلة يجب أن نت야지 unavocused ال lustفال بالمن Isp 지난 سنتحدثه من الزوج السلوقة بل لذهاiration البرائج الوثيئة الناجية على أن يكون للمقامدة الأزد filhoقال بمقامدة السلوات الأولية Sand KTC مرحب السلوات الأولية والل رائعاه للباب علم دائ Ruots بينما هذا الـ Intrafusel نقطة مهمة للفه ازاي يمشي الـ Reflex لو شديت الـ Intrafusel ستبعط عن طريق الـ Affrent اللي يصبف مين في الـ Alpha اللي بتغازي الـ Extrafusel لتكون تركت المصر هذا الـ Affrent بالاضافة انه بيمشي الـ Reflex بيبعط Impulse لفوق الـ Central Neural System يخبرها عن وضع الـ Stretch بتاع العضلة سوف نفهمه بعد قليلاً من المال الجامعة الموجودين لماذا؟ هم لا يعملون بالدائرة يعملون بـ Fupra Spinal Centers يعملون بـ Stimulation أو Inhibition هذه الحتة اللي هي المقدمة الصعبة ستنساها ست نقطة وم كسؤال شافل والأربع نقطة في النظري سأقول أهم نقطة فيهم هم عارف يا ايه ثاني؟ الـ Affrent Primary و Secondary ليس نوع لكل Intrafusel Mather Fiber Secondary Static Slowly adapting لـ Chain فقط دي حلوة دي ماشي حلوة واحد 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 Secondary Static Slowly adapting لـ Chain فقط الـ Primary وهقنعك لماذا؟ ربنا عملها كده؟ قد داني هقنعك بيها ده بالنهين باقوة و Chain يبقى 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 يستاتيك و ديناميك ودليل آخر إن في الـ Dynamic Reflex ما بيوقفش بعد ما الـ Stretch يخرص يشتغل أقل و الـ Stretch is maintained بطالب كده كانيرا يفاهمنا نبتدي بقى الفهم الجميل بعد ما تنفعل حقائق الـ Astrology والـ Atomia و الأحلوات مقدرش يبتدي شرح بدونها لازم يبقى فاهمنا وعلي فرح ابتستمع أيضا تبقي أني أتتوقع لمرضي من الـ Receptors يبقى هناك كم نوع من Stretchy Flex dt انت قلتني فيه نوعين فيه ستاتيك وفيه ديناميك صديم فضلك العضلة اما تبقى شديدها على طول وهنعرف كم ده بالتفصيل بعد شوية يعني منتين ستريتش هيعمل ايه؟ هيعمل منتين دو كونتراكشن يبقى حتى رد الفعل من نوع الفعل منتين دو مودرة ستريتش هيعمل منتين دو كونتراكشن هو المسل تون اللي محتفزة بالبوزيشن بتاعتي كده ما بقعش على وش لان فيه تون ان العضلات في حالة مودرة منتين ستريتش عاملة مودرة كونتراكشن اللي هو المسل توني والستاتيك ده المسل توني بينما الديناميك ده تندون جيرك ياولاد لما بنجيب مطرقة اهي بالشكل ده واضرب على التندون فانا عملت صدن مودرة ستريتش المسل دائما قبل النوع رد الفعل من نوع الفعل هل اعمل لستريتش صدن لما ضربت على التندون حصل شد مفاجئ مودرة العضلة هتعمل صدن كونتراكشن فرو باي صدن راكسيش اللي هو الشجيرك يبقى ديناميك يبقى عندي نوعين من الستاتيش فليكس فيه شتاتيك فيه ديناميك شتاتيك اللي هي المسل تون وديناميك اللي هي الستاتيش فليكس النقطة السهلة اللي هي الاولى والتانية الصعبة الثالثة والرابعة بس مش هتبقى صعب عليكم ابدا اعمل من تند نوع رد الفعل من نوع الفعل من تند استريتش يعمل من تند كونتراكشن اللي هو المسل تون انما صدن كونتراكشن يعمل صدن كونتراكشن فرو باي صيحشن اللي يتمنون جارك نيجي بقى للاوائل فقط الحتة الجاية دي هنجاوبها بمنظور واحد بس انه رأى الخلق خلق تمام ففكر معايا الديناميك مين الديناميك ريسبتور النوكلير باك اللي هي متصلة بمين بالبرايمري بس احنا قلنا البرايمري بيتصل بالاتنين احنا فاهمين بس الوقت الديناميك هي البيك متصلة بالاتنين اللي هي متصلة بالبرايمري بس بينما المسل تون استريتش ريفليكس خببالك بقى انا نفس اقول ان الريسيبتور هو الاستاتيك بس انت اخد بالك بقى للأوائل انا قلت الباج يا ولاد بتشتغل في اثناء ويلستريتش اس جونج اون بس ما الاستريتش بتشتغل اقل يبقى هنا للأوائل في المسل تون الريسيبتور هو الاستاتيك طب عليه الافرنس يبقى البرائماري دي حتى البرائماري لوحدها كانت واخدة تشين والباك والسكن دي واخدة تشين بس بص معايا هتاخد الايديا بتاعتي كما هي العادة ايديا واحدة فقط انت عارفها قبل ما بتدي انه وراء الخلق خالق دي حتة مش تخليك تتعقى دي تخليك فهم كويس قولي من فضلك جاو السؤال ده هو وراء الخلق خالق هو مين الاهم المسل تون على التندون جارك يعني كم مره في حياتك حد عمل لك تندون جارك او معظم الناس انه واحد يقول لي هلا مره واحد اتجاب مطرق او ضرب على رجل ايه الكلام الدنامج ده قلمة يستخدم انما كلنا قاعدين اول بيبول اول ذا تايم لازم يبقى عندنا ستاتيك ستتش فليكس مسل تون تحافظ على القشة يبقى بالله عليك لو واحد منهم هتعمله بواحدة والتايم التانية هتعملها بالاتنين تختار من وراء الخلق خالق الاهم طبعا اللي هو المسل تون هذا هو لذلك ربنا خلال المسل تون وانتو بس اللي مش هتنسوها التو ريسيبتور تشينو باك والتو افرنت السكنري والبرايمري بينما الجارك اللي هو بيحدث قلمة في الحياة وان ريسيبتور ليه الباك الديناميك وان افرنت اللي هو البرايمري قلتلكم ما تتخضش مع العبد اللي ما تتخضش ليه السبب لانه كما انتم تؤمنون انه وراء الخلق خالق قلوا عقل انا عاد تفكر فيها دي هل جي حتة للاخبطة ان واحد بواحد والتاني باتنين والباك تشتغل مع مع الستريتش وتكمل حتى مستريتش يخلص والبرايمري يبتصل بالباك والتشين ليه ربنا ما خلاش واحد واحد لانها تبقى مش عادلة احنا التون هو الاهم مش الجارك فالتون تو تايبس تو افرنت تو تايبس تو افرنت تو افرنت اما الديناميك تلكمات نجاح سوف نتخضر من نزيل لسبب لا تزد العبد اللي انقرر انه وراء الخلق خالق لانه من المخلق سيحتاج الاسمش يعمل منتين الكنتاكشة ورد الفعل يمنوع الفعل إنما صادم ريفي ستريتش يعمل صادم كنتاكشة فربا صادم راكسة تندل جد الصعبة بقى من الريسيبتور ومن الأفرد ومع العبد الله ستسأل روحك سؤال أول حيث أنه وراء الخلق قوة عاقلة نسميها الله يبقى هتدي اهتمام أكثر للمسلتون الذي يحدث في كل الناس كل الوقت واهتمام أقل بكثير بالجيرك الذي يحدث في بعض الناس بعض الوقت فهنا تأخذ التو ريسيبتور تشينو باك والتو أفرد ساكندري برايباري إنما في الديناميك وان ريسيبتور باك وان أفرد برايباري موضوع ده من أصعب مواضيع في الموضوع بس هو أول محاضرة بس بإذن لا هتفهموك واس قوي وتعيد الفيديو كده وتستمتعين بإذن الله طيب نيجي سؤال واي جاما إيفرند يعني أول مرة نشوف يا أولاد إن ريسيبتور عنده إيفرند أمر ما شوفناها تعريف الإيريسيبتور ماسك في إيفرند إنما أول مرة نلاقي إيفرند عنده إيفرند 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 هذا هو الريسيبتور في الجسد الذي يمكن أن تغير حساسيته يعني أغير حساسيته أغير حساسيته أغير حساسيته أغير حساسيته في الريسيبتور في الديناميك للتغير في الريتور وفي الستاتيك للستدي منتين بمعنى بمعنى هم بقى الموضوع كله في جملتين لو لم أخذتهمش اقفل وستكملش معايا ما عندهمش غيرهم يفهمهم طفل فل خامسة من العمر الجاما ده بيعمل بيغزي الريفر بارت تخيل دي الريفر بارت ده الريسيبتور فلو الهائر سنتر شغل الجاما عملها فهي تكون تركت الريفر بارت يبقى ايه رائك سنترل بارت حصله ايه؟ فهي بقى امور سنسي مافيش غير الكلمتين دول طول المحاضرة لو الهائر سنتر عمل انهيبيشن يبقى الريفر بارت هتريلاكس فلما الريفر بارت تريلاكس السنترل بارت يقصر اللي هو سنترل بارت يبقى ما يشتغلش يبقى الجاما في امكانها انها تزول السنسيبيتي فى امكانها انها تنقص السنسيبيتي الفاسيليتاتوي سنترل يلا احفظ معي الفاسيليتاتوي كنتراكت الريفر بارت فالسنترل وهي تبقى فاسيليتاتوي الفاسيليتاتوي الفاسيليتاتوي شغلوا الريفر بارت فالريفر بارت تفهمها وانا لا نكمل مع بعض يكون تراكت الريفر بارت خلاص الفاسيليتاتوي شغلوا الريفر بارت فالريفر بارت تبقى تبقى هاي الفاسيليتاتوي لا يستعمل فالريفر بارت ايجزامبل هذا ممتع فاني هي فاني كانت نفسي فاني ستعاون معي فاني ستعاون معي عندما نفرد إيدك هي البيسيبس إذا لم تتعامل البيسيبس ممكن أن أمسك إيدك جيدا و أسحب إيدك فردة و أخذك معي لما سحبت إيدك وبعين خطك معي عملت البيسيبس لا أقوم بتعامل البيسيبس عملتها كيف؟ أنا أمسك إيدك و فردتها كده و سحبت معي فردت إيدك و مشيب معي أنا عملت البيسيبس من غير ما يحصل البيسيبس تخيل الحياة لو لم يقدرش أوقف في البيسيبس لو لم يكن هناك جاما إيفرم ممكن السوكراسفان سنتر تعملوه من هيبيشيبس كانت تبقى الحياة كلها يجب لي كده و أقوم بكده و أقوم بكده يجب لي كده و أقوم بكده شغلة على جزارت فلو حضرتك لم يكن هناك في الوطع ممكن أن يحصل وتمشي و لم يكن هناك في البيسيبس كيف تعمل البيسيبس نفس البيسيبس لو أنت هناك في البيسيبس فلو أنت هناك في الوطع أقل تعمل لأنك مشغل الجاما الجاما مزودة كيف تعمل كيف تعمل كيف تعمل كيف تعمل كيف تعمل كيف تعمل هذا البيسيبس لأنه مناسب في الوطع لأنه حضرتك في الوطع كي تعمل كيف تعمل كيف تعمل وليس يقوم بسيطة من الوضع، سيقوم بسيطة من الوضع يمكن أن يسحب إيدي ويقوم بسيطة من غير المتقابل لأن عملت الهارسنتر تقوم بإنهيبات للجمع نفس البيسيبس في الأهواجي أقل متقابل حتى يحافظ على الوضع لأنه عملت الهارسنتر تقوم بإنهيبات للجمع هذا العظم الإهيئة في الأول مرة أرى ان نرى الهارسنتر تقوم بسيطة وبالتالي يمكن أن نغيرها السنستيفية أن تعامل الهارسنتر تقوم بسيطة الهارسنتر أو تعمل الهارسنتر تقوم بسيطة الهارسنتر وقفناه وقفناه هو يبقى الستيرشفلكس ساعات يبقى فانشنينج لما نشغل الجاما وساعات يبقى نون فانشنينج لما انهيبت الجاما هذا هو الوائرات بنا عمل جاما إيه فرند ريسبتور عنده إيه فرند طالب قال لي طب انت هنا في نورث أمريكا تقولهم أهواجي طبعا لا أهواجي إلا هؤلاء يقولهم مثال ثاني لا عيش أسخف من الأهواجي شفايا يقولهم مثل شخص ثريدينج إنيدل بيضم إبرة هنا عشان الخيط يدخل في راس الإبرة لازم أحافظ على الوضع بالضبط مليل تحت مليل تحت مليل تحت مليل فوق عمرها ما داخلت السوق فهنا أنا بري انترستد يبقى عاوز أحافظ كده ويثبت الوضع ده عشان خاطر الخيط يدخل في راس الإبرة تعال الواحد هو يضم إبرة كده وهزئ له أي هزئ هتلاقي مليل ترجع مش لقوله طبعا هيعرف يضمها هتلاقي درجعة عطول لأنني أحافظ في الاحتفاظ بهذا الوضع لأنني أحافظ في الاحتفاظ بهذا الوضع لأنني أحافظ في الوضع في هذا الوضع هتلاقي قوله لهم إزاي ثريدينج إنيدل عشان تفهم يبقى إحنا قلتلك هذا الريفليكس هو الذي يصنع الريفليكس راهب هازم تبقى فاهم كواس قوي لماذا؟ لماذا جاما إيفرنت؟ عمرك شفت الريسيبتور لإيفرنت؟ لأنه أوراق الخلق الخالق انتاجه الغابة عليك التركيز فتح الاسبت Tucker White لأقل شدهي إرجاء تنهيم التركيز فتح الاسبت سنطوله ينحض فتح الحصيح بدور القديمة تسترخ وتمشي عادي مفيش أي مشاكل هذا مواجهما يا أولاد الذي لا يشاهد معي الاسبترون رفلكس ينسك قصه لأنني أشرحها من خلال وراء الخلق لماذا لماذا ما هو النظام كيف تشغيل إليه، كيف تفضل لأنه؟ دخل الأخير في تصوير skill. تحرم الإسلامة بعدها أربعة prevent the unloading الفا غاما و العدل يحث عن خبر البيض في الكمبيوتر عندما يحصل أن يحصل المعلومات تضيع المعلومات تبصوا معنا كل مرة الـ Hire Center تعمل الإسلامة وعشان تكون تكون تكتر المسل اللي انت عاوست تعملها كنتركشن طب وعشان المسل ككل بتكون تكتر خلاص يبقى في هذه الحالة الانترافيوزر هتحصل لها ايه هتأثر مع المسل وهي ستريتش ريفليكس ما تشتغلش يبقى اذا الريسبتور ما بيبعتش امبالس للهار سنتر يبقى فجأة الهار سنتر بقى مغيب عن المسل اللي بتكون تكتر یعنى نفسه هاته هاته ها رهالكة هاي انا ادي مسل الهار سنتر عملها كنتراكشن يعني اسرت لو الانترافيوزر الاسر معها مهم محل مصر الاسرت يبقى الانترافيوزر ليسيسر وهو ستريتش يسير مشابعة ايمبلس يبقى السين اس بقى ما عندهش معلومات على المسل سيصل لها انلودي مشروف العظم اللي هي كل مرة الهاير سنتر هيبعت للالفا يكون تراكت المصل المعنية يبعت للجامة بتاعت نفس المصل بصلي بقى يكون تراكت البرفرال بارت ليبقي السنترال بارت مجدودة برغم من الطول الإجمالي العضر تقعد مجدودة برضو فتقعد تبعت للسين اس وإلا هيحصل وستعرف الفجرة له الحسن الصحيحة لا بالقبضة لاحظة اليوم نبع للألفا ونبع للجامة اسمها alpha dama linkage. The alpha أسرت العضل هذا اللي انت عاوز. انت عاوز تكون تلك العضل بس عاوز يقعد عنده معلومات عن العضل. مش عاوز ال receptor يوقف. فكل مرة تبعت للألفا تبعت للγاما بتاع نفس العضل. تكون تلك الأسلف. فتبقي central part stretched برغم أن العضل ككل قسرت. هذا هو الريفليكس اللي ممكن أغير السنستيبتي بتاعته وممكن أشغاله وممكن أقفه وفي كل مرة أكون تراكت العضلة بالألفة المسل سبيندل هتعصر مش هتشتغل في سين اس والنوب بي انفورمت كل مرة تشغل الألفة تشغل معها الجامعة هم لا يوجدون شغل كلماتين تكون تراكت العضلة بالألفة فالسنترل بارت تبقى من إستريكشن فتبعت إمبالس السين اس يبقى هذا يبقى أو يبقى السين اس يبقى السين اس يبقى لا يوجد معلومات وعليه الوقت يقدر أقول لك شيء لطيف جدا يبقى أنا ممكن أشغل المسل سبيندل بكم طريقة أشغلها المسل سبيندل أشغلها بإن أنا أشد العضلة ككل مستريتش بها مستريتش بها أو ملعبش في العضلة خالص سبحانه بإبعث للجاما أعطي لطيف جدا نفس الجمادة لا يوجدها مستريتش بها سبيندل سبيندل سؤال مهم سبيندل سبيندل بعد ذلك لن reliable HAVE ثلاث فلاح av نحن صفحة أنا أعتبرها يا أولاد من أهم الصفحات ليس في الـ Central Neurosystem Motor في فهم علم الـ Neurology يعني الأمراض العصبية ليس ستفهمها إلا فهمت هذه الصفحة وأقولها بطريقة سهلة جدا مين بقى الـ Central اللي بفاسيليتية الـ GAMA يشغلوا الـ Receptor يتقوم بـ Prefile Parts في الـ Central Parts أو ينهيبت الـ GAMA في الـ Prefile Parts تريلاكس في الـ Central Parts تبقى شورتن فتبقى انهيبت مين دول؟ خلاص هتقول لي ايه كيمة انت تعرف هذا الكلام؟ هقول لك حاجة لن أحببك في المخضوع ليس انك انت تحفظ أو انت تحبه تحبه هتفهمه مهما ان كان يبدو صعب في ربنا عمل أربعة سنترس يعملوا استيميليشا للجارة وخمسة سنترس يعملوا انهيبت الـ GAMA فبالعكس الـ Prefile Parts تريلاكس الـ Central Parts تبقى شورتن هنا يعملوا استيميليشا للجارة فالـ Prefile Parts contract فالـ Central Parts تبقى انهيبت الـ وهنا انهيبت الـ هنا ربنا عمل 4 سوبرا سباينال سنترس يعملوا استيميليشا للجارة وخمسة يعملوا انهيبت الـ حتى مرة طيب سأل ليه أربعة وخمسة ليه مش أربعة وخمسة وخمسة حتى دي حتى دي هجاوبها حتى دي هراء الخلق خالق حتى دي فكرت فيها من الأول اذا أريدك تحب الموضوع اريدك تطاقى أن تحب الموضوع أريدك تفعله حالة التون التي نحن فيها نورمال ماسل تون التي نحن فيه هي الـ 4.3 و 5 أليمتر 4.3 و 5 أليمتر الـ 4.3 و 5 أليمتر الـ 4.3 و 5 أليمتر لكي تحب الموضوع افهم بقى لما هحفزك التسعة صم معايا الوقت هتطلع حافظه الاربعة والخمسة لو انا شلت واحد من فاسلتابري يبقى يحصل بريدومنانس هو ايه؟ وبإنهيبيش يبقى عندي هايكوتونيا يبقى تلاقي الشخص ماشي سايب خالص وما يتكلم اكسسر موبمينس أو فاشل موسيقى سايب بينما انا بقصت واحد من الخمسة الإنهيبيتري يحصل بريدومنانس هو فاسلتابري يبقى تلاقي الشخص مخشي يمشي شورت ستيفنج أما يتكلم عدراته يشوف نتحرك كأنه ليس في موسك كده انت حبيت الموضوع النورماليتي اللي انا فيها دي هي محصرة البالانس ما بين اربعة انهيبيتري وخمسة إكسيتاتري بالانس ما بين اربعة أسف اربعة إكسيتاتري وخمسة انهيبيتري هذا البالانس تشيل واحد من الفاسلتاشن البالانس يذهب إلى الانهيبيتري يبقى اكسيسيب موبمينس أو فاشلتابري ماشي سايب خلص وما كانت اكسيسيب موبمينس أو فاشلتابري تشيل واحد من الانهيبيتري يحصل تشيل موبمينس أو فاشلتابري تشيل موبمينس أو فاشلتابري تشيل موبمينس أو فاشلتابري تشيل موبمينس أو فاشلتابري هذا البالانس تشيل موبمينس أو فاشل لانهى تشيل موباتح tengan موبة Audition نمرة ثلاثة من اسمه فاسيليتاتري يبقى فاسيليتاتري يبقى اصلنا ثلاثة أو ثلاثة أولاد أنا أقول واحدة وأنت أقول واحدة حضرتك هتخط فور اس حضرتك هتخط فاسيليتاتريتيكا فورميشن يبقى تخط وصاد الانهيبيتريتيكا فورميشن يبقى فضل لي واحدة رابعة هنا واثنين هنا أول ثلاثة فيه مقابلة الفستيبلر نيوكليس فاسيليتاتري اللي موجودة في وسط ريتيكا فورميشن في المدالة هتخط وصاد الناحى الثانية اثنين ريد نيوكليس وبازل جانجية يبقى وصلوا خمسة ريد نيوكليس وبازل جانجية يبقى هنا أربعة و هنا خمسة هذه هي أولاد أهم معلومة ليس في الـ CNS في النيرولوجيا يبقى الأمراض في التسع مناطق دي ابتدى المراض انت لا تفهم ماذا يحدث شلت واحد من الـ الصحة تتاجون فوق رؤوس الأسخاء لا يراه إلا المر ما هو ماذا يبقى انا حدث سأقول واحدة وأنت تعالوا الـ أريا 4 هتقول أصادها ايه؟ 4S نيوستوريبيلوم سأقول أصادها صناعات هاته آسات كثيرة فاسيليتات ريوتيكا فورميشن انتهت المقابلة هاته اصد هاته انا لو دعنا انت اتزود اثنين فاسيليتات ريوتيكا فورميشن في المضالة انت هتقول ريد نيوكليس في الميبراين في الانهيبيت ريوتيكا فورميشن والبيزالجانجليا ده اهم معلومة في النيرولوجي مش في السينيس انا عادل المعلومات اوليها ده انا ده موضوع من اهم المواضيع في النيرولوجيا ده للمعلومة رقم واحد متاعها في ال 9 4 9 معلومة رقم اتنين مشتركة في ال 2 اتفق الفاسيليتات ريوتيكا فيما بينهم ان محدش فيهم يبعث فاسيليتات الجامع هم يبعثوا للفاسيليتات ريوتيكا فورميشن وهو يبعت للجامع يبقى وكله عنهم الفاسيليتات ريوتيكا فورميشن وكذا فعل الإنهيبيتري ووكلوا عنهم الإنهيبيتري ديكا فورميشن هو اللي يبعت للجامعة، ليس هم من رفض الوكالة؟ هقولها بره الطريقة القطيفة حسين أنت تكره في المبموعة في واحد تملي مشالب رفض الوكالة يومين؟ أقرب الناس للفاسيليتات ديكا فورميشن هو الوستيبلر نيوكلس اللي جوه الفاسيليتات ديكا فورميشن، اللي كان أسهل واحدة تستخدمه، لا أنت جواه، مش هتبعتينه من بعيد زي دول قالت لا، أنا هفاسيليتات بنفسي، هعمل تريكت بنفسي اسمه فيستيبلو سباينل تريك هم يستخدموا الريتيكرو سباينل، أنا هستخدم واحد لوحدة فيستيبلو سباينل وهكذا فعل من نفس القصة، أقرب واحد للإنهيبيتري ديكا فورميشن هو الريد نيوكلس ليه جوهر نيوبيتري ديكا فورميش، أسهل واحدة تستخدمه، قالت لها ابعد بنفسي عن طريق روبرو سباينل تريكت، هم يبعثوا بالتيكرو سباينل، أنا روبرو سباينل عشان ما تنسى هاش بقولها، طريقة جميلة، عارف في مقولة كلنا عارفينها، لا كرامة لنبي في وطنيه، حاجة في منتقى الغرابة، يعني آخر ناس يؤمنوا بأي نبي هم المعشر الناس اللي طالع منهم النبي وطبقها في جميع الأديان، أول ناس يرفضوه ويزحوه خارجا عنهم هم عشرته، أول ناس تعملوا بالبيه، أهو ده بقى البيستيبلو نيوكلس وريد نيوكلس، المشاغبين، ده أنتو جوهر تيكو فورميشن، أومنتو اللي ترفضوا الوكلة، وتبعثوا عن طريق بيستيبلو سباينل، وانتو روبرو سباينل، كده عمرك ما تنساه، دي المعلومة رقم اثنين، معلومة رقم ثلاثة، أن الفاسيليتاشن والإنهيبيشن بيروح عن طريق الجاما ريفليكس لي، ليس الالفا دائريكلي، يعني بص رأس مبين، وقلناها أنهم ليس يبعثوا للالفا والالفا تزود التون بتاع الماصل لا، هم يبعثوا للجاما ومعندهم شي غير كونتين ياهر تكون تركت البريفار بارت، إذا كان فاسيليتاتي، تستريتش السنترال بارت، والسنترال بارت هو اللي يبعث للالفا تزود التون، لو يبعثوا للالفا على طول كنا سمناها نحفظ تعبيرات دي ألفا دائريكلي، إنما يبعثوا للجاما والجاما يبعث للالفا ويستخدم الريفليكس يسموها جاما ريفليكس لي، عاوز ما قولها قيس ليلى عن طرعب لك، أما قول جاما أنت تقول ريفليكس لي، من غير مكاملة، وقدم بعتوا للجاما أنت تعرف القصة، هتكون تركت البريفار بارت، في السنترال بارت، يبعث هو الألفا يبعث الجاما ريفليكس لي، تابع الليزر، جاما ريفليكس لي، لكن لو كانوا راحوا للالفا كنا سمناها ألفا دائريكي، وهنا نفس القصة، دول سيبعثوا إنهيبت الجاما، فالجاما تطول، فالسنترال بارت تقصر، فما تبعثش إيمبالس ألفا، وداما ريفليكس لي، معلومة التد، معلومة الرابعة، قال لك إن الفاسيليتات ريتيكو وفورميشن ده، عنده من أهم المعلومات إنترينسيك أكتيبيتي، يعني يعني قال لك غير إنه يجمع الفاسيليتات تسببا ، أنه من فغير مساوعة بتحين سyyو trasيلي هات خبير بداخل القصة وقد عملها بهذاEurope تقبل فقصة من الفاسيليتات التي قد تهمى مهما معلومات التد، بينما إنهيبيتري Fernودoria يتيكو وفورميشن لا فقال لك إنه يعتمد على الإنهيبيشن الذي جاء له من الحتة الثانية من البلوس رابيلا والبيزر جانجلا أو 4S إنه يعتمد على الإنهيبيشن لكنه يجاوبتك لماذا أربعة في مقابلة خمسة؟ لأن أكشى هم أربعة في مواجهة أربعة لأن الإنهيبيتوريتيكوفرميشن لا يعتمد على الإنهيبيشن إنه يعمل مجرد فانيل بإنهيبيشن من الأخرى حتى يرسم أمعه فانيل بإنهيبيشن معلومة رقم خمسة أنا عادل معلومة الأخيرة قل لي أسمع الفاسيليتات ريتراكتس سهلا هنا يبقى فيستيبلو سباينل والذي جاء من الفاسيليتات ريتراكتس بيمشي في الفنترال كولم يبقى فينترال ريتيكولو سباينل تريد وحفظها لك بطريقة جميلة حفظتها لأجيال يبقى الفاسيليتاتوري حرف الإف هم الفنترال ريتيكولو سباينل والفستيبلو سباينل وفي والإف معناش في العرب فارق بي تقول لي إيه هميتها أنا مش عاوز إف مع فيه مش معقول أنا بالعقلية دي إن تعلمت أحدا مش تنساها ما حييت إن الفاسيليتاتوري ينزل في الفنترال كولم في سباينل كورد بينما هنا الإنهيبيشن عن طريق روبرو سباينل التي تبعب بنفسها التي رفضت له كلم ولاترال ريتيكولو سباينل يبقى ينزل في أني كولم في اللاترال كولم يبقى الفاسيليتيشن خفصة الأجال بحرف الفنترال بحرف الفنترال يبقى مئة المئة الإنهيبيتوري في اللاترال تقول لي أين الأهمية الكلينيكية التي قلت لها هتفهموا نيرولجي لو يمتوني عانت قطع عنده اللاترال كولم في السباينل كورد يبقى فقط ماذا؟ لا يوجد السنتر السباينل كورد القطع في اللاترال كولم يبقى فقط الإنهيبيشن يبقى يحصل عنده بريدومينانسة فاسيليتيشن بالعكس عانت قطع عنده الفنترال كولم في السباينل كورد يبقى فقط الفاسيليتيشن يبقى يحصل عنده بريدومينانسة انهيبيشن وده من الحقائق التي أهدتها لأجيال الفاسيليتيشن في الفنترال الفاسيليتيشن في الفنترال يبقى انهيبيتوري هي الموجودة في اللاترال يا أولاد أنا لا أبالغ وأنا زي ما قلت لكم الحمد الله وأعوذ بالله من كلمة أنا يعني أعني ما أقول وأقول ما أعنيها هذه هي أهم صفحة في النيرولجي اوعى تتخلص منها عمرك ما تفهم نيرولجي غير لو فهمت انت حالة التون اللي حضرتك فيها هي بلنس ما بين أربعة سبرا ستاينل في السلتاتروي سنتر وخمسة سبرا ستاينيبيتوري سنتر وانت فاهم ليه خمسة لأن فيهم واحد أمع للشغال مجرد بيجمع انهيبيتوريتيكا فورميشن لديها لا تفهم نقول الجملة جملة على رقم واحد أهم واحدة أسماء التسعة أنا أقول واحدة وأنت أقول واحدة ها مخلص من ما بين أين حالي فور اس نيو سوريبلوم الجديد هتخط أصاده فايلو سوريبلوم العديد فاسيليتاتريتيكا فورميشن هتخط أصاده انهيبيتوريتيكا فورميشن وهن خلص المقابلة مجمع نبقى فستيبولار نيوكلاس فاسيليتاتري فتكرها الاف مع الفي هتخط أصادها هناك الريد نيوكلاس والبيزة جادية لديها علي صابعت تاني معنوبة من الوكيل؟ هل كل واحد يبعت الفاسلتات بنفسه؟ لا، وكله الفاسلتاتوري في حالة الفاسلتاتوري تيكا فورميشن وهنا وكله الانهيبيتوري تيكا فورميشن وفي نفس الجولة التانية من رفض الوكالة قلتها بطريقة لا تنسى لا كرامة لنبي في وطنه الجواء ما وفقش بالوكالة بتاعته أقرب واحد بإيه هنا البستيبلو نيوكلاس قالت لا أنا هبعت بنفسي وكذا فعلت الريد نيوكلاس روبرو سباينل طريقة لا يمكن تنسى كل حاجة بطريقة لا يمكن أن تنسى تالت معلومة ان الانهيبيتوري ده هدو انترينسيك اكتيبيتي عشان كده هم اربعة في مواجهة اربعة رابع معلومة قلناها أولاد ان الانهيبيشن بيروح للالف على طول يزود التون او ينقص التون لا ده بيأثر في الجاما والجاما تأثر في الالف عشان كده يسموها ما تقولش بقى ألفا والألفا الأسفل تسميها تعبير اتفقوا عليه في العالم جاما ريفلاكس لي لو كنا روحنا الألفا داريكل كنا سميناها ألفا داريكل خامس معلومة قولي أسماء الفاسيليتات والتريكس لا تنساها نحية تبتلي بحرف الفاثل تشنبل في فانتراتيكولو سباينل اند بستيبلو سباينل هناك روبرو سباينل ان لاتراتيكولو سباينل عشان أدللك على أهمية هذه الصفحة من هو أشهر مرض عصبي في الإنسان؟ شلل نصفي أكثر مرض عصبي شلل نصفي هو المفهمش بروضها لا تفهمهم عملنا تجربة في الأنيمال اللطيفة جدا اسمها دي سربرة أنيمال نقطع كده أولاد ما بين البونز والمي برين وبعد ذلك لكما لا تنساء وفي نقطع كده أولاد بالنقطع يتجدون بلد في بعض الكتب يتكلمون جدا من الذي شغال الناس؟ ناحية الانهيبيشن شغال الانهيبيتري تيكا فورميشن وذي الوحض يقوم بإمكانه سفر بينما الناحية التانية الملي شغال الانهيبيتري تيكا فورميشن وذي شغال عنده انترينيسك اكتيبيتي ووالفستيبلر نيوكلس وهو شغالة كالفول هنا الانهيبيتري الوحض هو في القيمة تتوقع هذا الأنمال عنده اثنين فاسلتاتري وليس على واحدة الهيبتري سيحصل عنده اثنين فاسلتاتري وفي فاسلتاتي التون سيزيد جدا نسموها دي سيريبر تريجيدي الأنمال ده أول ما نقطع له ما بين الميبرين والبونس تلاقي على طول رجليه الأربعة ستريتشت فور ليمس إليفيت التيل يعني كل الانتيجرافتي مصل يزيد فيها الطول إليفيت التيل والنيك كده اكتندت كل خش بالأنيمال عارف في الشلال النصفي ما هي إلا دي سيريبر تريجيدي بس القطع نفس التأثيرات بيبقى في الانترنة كابسئول هو هي بالظبط الليجين في الإنسان يسموه انترنة كابسول وهذه أول مرة تقب بالك بالعين اللي عنده شلال نصفي العين اللي عنده شلال نصفي ليه وضع معين لينسا عنده التون ماكسمالي في الانتيجرافتي مصل بيبقى ماشي كده عنده ريليو ايدي المشلولة دي فلكس عنده ريليو في الانتيجرافتي مصل ليه في الانتيجرافتي مصل مجدودة اكتر من غيرها الجرافتي عاوزة توقع أيدي كده يبقى مالذي مشدودة اكتر الفلكسوس هي اللي هي فيها تقوله اكتر الانتيجرافتي عاوزة تنزلني كده يبقى مالذي لذا تكون التحليف على مصر التحليف يتبعوا على مصر التحليف على صفحة الميكانيزمة وهذا هو أشهر مرض عصبي في الإنسان ما شلل النصفي إلا دي سريب ريجيتي لكي تأخذ الفول مارك هيسألك انتو بس الفهمين السؤال. هل الشلل النصفي اللي هو الهيميبليجيا اللي هو دي سريب الجيتي في الانسان اللي يجم في الانترنة كابسول في الانيمال ورده لك. عند الابر بونت. ده افريفليكس نيتشر ولا افريفليكس نيتشر. يعني الفاسيليتاشن. رايح للجاما ولا رايح للالفا. ايه رأى كده؟ جوي السؤال. بص على الرسمة كده. هو رايح للجاما وبعدين للالفا. ولا رايح للالفا عطول. طالب قال لي جاما ريفليكس. تلو اثبت. اثبتناها. بس في الانيمال طبعا مش في الانسان. تعال اقطع ال. افريف. الدورسال روت هنا. لو هي رايحة للالفا دايريكلي. اهي. مش هتقطع السر. يعني ما تقطع لي مالك. لكن لو هي رايحة للالفا عن طريق الجاما عن طريق البوستيرو روت وقطعته. تلاقي العذرة اللي تقطع لها البوستيرو روت سابت. ما بقاش فيها ريجيتي. راح بنقاشر الاسئلة. دي سابت جيتي. الذي يحدث في الشلال النصفي في المال. لكن اللي جام بيبقى في الانترنا كابسول. افريف. نتشار. بنروح للجاما والجاما يبقى للالفا. والدليل لو قطعت البوستيرو روت يعني قطعت الفليكس ارك الجاما مش هتوصل للالفا. الانترنا كبيرا يختفي تماما في عبرات دي. قل لي بالله عليك تفهم نيرولجي وتفهم شلال نصف اكثر انت مش فاهم الكلام. ما بقى هذا. يبقى هنا عندي سؤالين مهمين جدا في النظر. اتكلم عن سوبرا ستايلان. فاسليتات السوبرا ستايلان. في الخمس جمل خالدة. اللي قلت عملك. اللي بعدهم. مش هتطول تاني. تقدر تسمع الفيديو. والتطبيق سؤاله واحد. اشرح دي سريب تيجيتي. ليه ليه ليه. هذا المهم ليه انه اشهر مرض عصبي في الانسان الشلال نصف الهيميبليجيا ما هو الا دي سريب تيجيتي. تفهمها في الانيمال تفهمها في الانسان. فين الليجان في الانيمال لهو هنا. ساب مين. ساب الفاسليتات التي كنفرميشن والفستيبار نوكلاس عن ناحية. والنحية التانية الانهيبيتوري اللي هو مع الهزنو انترنسك اكتيفيتي. سيحدث الانترنسك في الانتيجرافتي موسلس. طيب اهل. فاسليتاتي تيكا فورميشن والفستيبار نوكلاس. وعشان كده العيانه هو ما نسمونا التاني ايده. فليكس الأبر لين. واكستيندد نيك وباك والوار لين. ومشيته كلنا حفظاته. هل هنا في الشعر النصوي يبقى عن طريق الفا داريكلي او الجاما ريفليكسلي؟ الجاما ريفليكسلي. والدليل اقطع التصير هو التختافي على طول. لا يمكن هتفهم نيرولوجي من غير ما تفهم حصة لستريتشي فليكس من العبد الله. بس مش اقولها بطريقة مختلفة لن اجامل احدا. تبقى عارف هذا الكلام. طيب تعالى بقى ايه. نكمل بقى الحاجات الاسهل والالطف. والالطف. ونأخذ. ماهي اهمية استريتشي فليكس. ماهي اهمية استريتشي فليكس؟ ماهي اهمية استريتشي فليكس. ماهي اهمية استريتشي فليكس. او كهي اهمية استريتشي فليكس. او بتلادي اهمية استريتشي فليكس. يرجح ثلاثة واحدة. استريتشي فليكس هو ماهي تمقى المسل للينث. وبالتالي يمنتين البادي بوشر لانه بيرزيست اني تشينج امفل لانس فبالتالي تقعد وضعت متزبط السينتر الجرابيتي العمود اللي نازل منها عند الاريا فسوفورت وتشعة وليش عايته شعة نقط تقول ان المودرت ستريتش بتشغل سفيندل تبعت عن طريق 1A مونوسينابتك وبعدين 1A ألفا وبعدين 2A تقول الوصيف ان احنا قادرين نحتفظ بالبوشر بتاعنا باستخدام الرجلين بس وبالتالي في الايدين سيبينها فضيع بنشتغل بها بنعمل الحضارة هو ده نتاج الستجي فليكس انه هلبته منتين مسل لانث ومنسمى البوشر هذا ما نشوف ثاني واحدة في الثلاثة انتظروا في نهاية البوضاء ذلك السيرفو اسست قصة الأول لتوطر قليلاً والمونطومة رتابة الموضوع يقل قليلاً سيرفو أسيست كان زمان العربيات في هذا السيرفو في الفرامل فكان قوة الفرامل تعتمد على قوة الضغطة على البيدال والبدال بتعريجك لا يوجد صعبات جداً فهو تخط رجعك على البيدال عبارة عن سيجنال فالفرامل تبقى متناسبة مع سرعة السيارة وهو المفروض ليس مع دوستك هذا معنى السيرفو أسيست في الفرامل ما دخله في الإنسان فاهمه حضرتك عاوز تكون تركت عضلة معاناة فحضرتك الهير سينتر بعت للألفة عشان يعملها كونتراكشن بس بعت وان سيجنال هي هو أنا عاوزة كونتراكت العضلة دي بس هي ما تقدرش تكون تركت وان سيجنال عاوزة بلاطوف سيجنال كل مرة السيجنال ده هيروح للألفة العضلة المعنية هيروح للجامة بتاع نفس العضلة كمي بقى القسر فالجامة تعمل إيه؟ كونتراكشن في البريفرار بارتس فالسينتر بارتس تبقى ستريتشد فتبعت مور إيمبالس للألفة تكونتراكت المسل يبقى شوف الهير سينتر بعت وان سيجنال وصل له حسب الرسمة هو أكثر بكتير ستة سيجنال خمسة أحمر عن طريق الجامعة عن طريق الاستريتش فليكس ما هو الاستريتش فليكس والسيجنال الأساسي عاوزة تعمل إيمبالس استريتش فليكس بيساعد العضلات في الولانتر موهبتس بيساعد البرين بيبريزيرف الانرجي في البرين تحقي العضلات года نفس السعودات لنزل المشهر من البنك هذه الأسفل المشهر من البنك كنت أذهب وقف على الدريكسيون مهما كان أديمة في سنة 53 مهما كانت أديمة في السنة التي كانت أديمة في سنة 20 سنة والذي معي الأربعة الرجلين نزلوا رجلهم مكاحته في الأرض لكي نقفع نركب على الفرض نفس الفكرة منين جاءت كلمة سيرو أسيس الثانية دامبينج إفكتس دامبينج إفكتس يعني إيه؟ الهاير سنتر هو التراميدل تراب يبعث الإمبالس بطريقة إرغلار فكان مفروض الكنتراكشن يبقى بلولس وده هو إرغلار بالشكل في وجود الستريتش ريفليكس يحاول الكنتراكشن من جيركي يعني مهزوز كده إلى سموث كنتراكشن بلول لحظة طب اثبت أن دامبينج يعني يثبت تدامبينج يعني تنهيبك بيمنع أن الإنقبالات تبقى بطريقة جيركي كده وبيحاولها إلى سموث كنتراكشن اثبت هذا الكلام اقطع البصير روت نفس الاسباعت يبقى لغيب مين؟ الستريتش ريفليكس سيشتغل كذلك بغير رفليكس إنما هذا الآن ستعارب مع البراميدل ترابط ولا مع اللورموتر نيرون لا مع الأبر اللورموتر الأبر موجود واللور موجود العضلة التي ستلغلها الستريتش ريفليكس التي ستشيل منها البصير روت فلا تستطيع العضلات على طول تكون تركت الطريقة جيركي يبقى مين التي ستحولها من جيركي إلى ثموث؟ من المين لستريتش ريفليكس إلغاءه لأنها رجئت ثاني جيركي تعال برضه امسلها التراميدل ترابط يبعت الإيمبولز طريقة طريقة الريجولة طريقة الريجولة طريقة الريجولة في وجود الستريتش ريفليكس كنتراكشن كنتراكشن إلغي الستريتش ريفليكس تتحول من سموث كنتراكشن حركات لطيفة كده سموث إلى حركات جيركي السموث كنتراكشن تبقى جيركي أنا ما عليكش الإثبات ولا الزملاء فكروا فيها بس أنا هقولك الإثبات يعني بيعمل إيه؟ بس ما تشرحوش فهموا النفس حضرتك هذه العضلة البراميدل بعت إيمبولز فعضلة تأثر طبطت لي بعت إيمبولز ويبعتها بطريقة غير منتظمة حتى كده هي جيركة فهمفروض العضلة بطل اللي يجلها إيمبولز يبقى يحصلها إيه يا أولاد يبقى تريلاكس يعني تريلاكس يعني تطول يعني تطول يعني تطول يعني تستريتش السبندل جواه فالسبندل يبعت هو إيمبولز لمن إيمبولز باشطح 눌러ج فالخلص يبقى سموس وهي يبقى يملى الفراغات التي من بعتها فيها يبقى 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 إلغي الستريتشي فليكس في أي عضلة تلاقي العضلة التي تعطيها تسطير روطة الموجودين مثل الفل ستجدها التطريقة الريجور فيسمه دامبينج يثبت هذه الرغبة طيب فقط الحتة صغيرة ونقفل أولاد ثالث حاجة في وظائف الستريتشي فليكس وهي واحد من أهم الأسئلة وهو مصلتون وهو ما يقولنا الأهم ليس الجيرك الجيرك مهم عندما يقول لي كلينيكال سيجنيفكانس يبقى الجيرك مهم نعمل الجيرك في الإعادات إنما في الحياة في سيولوجيكال سيجنيفكانس يبقى مصلتون وهو ما نعرف عنها النقاط الأثير إنها ستاتيك ستريتشي فليكس ستاتيك ليش ديناميك ما نعرف الجيرك أو أنت؟ اللي قلناه اللي يعمل فيه التو ريسيبتور والتو أفرينس والباب والتو لأهمية الستاتيك ستريتشي فليكس إنه بيزيس مصلتون باني فينيشي هو أولاد أنا قاعد كده معاكم بقال لي هو ساعة ونص في تون في عضلات ضهري المفروب ساعة ونص عضلة تنتاج تتعب لأن أنا تعبتوا أو أنتم تعبتوا لأن ربنا عمل حاجة رائعة نفرض العضلة تتكون من عشرة موتور يونيتس فربنا ما خلاش العشرة ينقبضوا في وقت واحد كده هيتعبوا في وقت واحد كل خمسة يعملوا ويريلاكس راحا شوية يبقى نوع الكنتراكشن هي سبتتانيك مش تيتانيك مش كونتينيس سبتتانيك شوية تيتانيك وشوية مفيش ترجال كولونس يعني بس يسموها سبتتانيك حسنينى عندما ظهوري ترجع المخ scheme بمظلهم سترى المخ costume بمظل ب Mmmm قبل سبيتانيك شينا مفتتانيك في لذلك يبقى ثلاث تلمات بمليون جنيه ما تعريف المسل التون هذه تعريف التون مهم جدا جسال نظري ومهم جدا في العمل يبقى الانطبول تلمات التون بذا انتظر النظر المسل لخارج المسل طيب ليس نعرف يبقى المسل في الراحة المسل تتمكننية تتمكننية التون هذا التون ومهن طبعاً تتمكننية تتمكن اعطاً هذا السؤال جميل اول لماذا العضلة في حالة كونتينيوس كونتراكشن هو التون؟ لأنها كونتينيوس كونتراكشن كونتراكشن بكام حاجة تشوف أول حاجة رحمه الله أستاذي بالطور محمد طلعت لماذا حاجة حلوة؟ المسافة بين الأورجين والإنسيرشن لأي عضلة في الجسم كونتينيوس كونتراكشن حالة كونتينيوس كونتراكشن تنتجه قوانيا من قصد إلهي أن ربنا تجعل المسل لنظر الديستانس ما بين الأرجن والإنسيرشن أكبر من المسل لنظر فالتاني حاجة أنه ممكن يزود التون عن طريق الجاما إفرين دستشارج أن الجاما تشد لك المسل سبيندل أكثر تستطيع أن تزود التون في ضعر الجاما أو تخففه قليلا باللعب في الجاما لماذا أكثر في الجاما؟ المسل هو أكثر في المسل المسل لأن المسل تشد المسل 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 ماذا أكثر؟ المسل المسل هنفصل الذي أعظم أنه ماجهات الخاصة عينه غير تحمل القيامة ماذا أتح st وأحيث ان تitch يكون العبارة هذا الج time المسل 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 llegar المسل 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 الأرجن لأن الجرابيتي شد الأنتي جرابيتي أكثر نرى الرواح إحدى الجرابيتي عاوزة تتكوّمنا فربنا بإمكانيزم خلّة تون أكثر في اللي بيعكسه الجرابيتي لأن الجرابيتي عاوزة تطوّل البايس فالبايس بقي فيها تون أكثر الجرابيتي عاوزة توقع عراسي كده والقضاء هي اتنين كده ورجلية فاللي بيعكسهم الجرابيتي عاوزة توقع عاوزة توقع فالبايس بقي فيها تون أكثر فبتشد الإليفاتور فالإليفاتور يبقى فيهم تون أكثر يبقى لثلاث أسباب في كونتينيوس ماسل كونتراكشة واحد الحاجة الرائعة اللي يقعد يفكر إيه خلق الإله دي يا رب العظمة دي إن المسافة بين لأي عضلة أطول من الطول الفعلي يزي العضلة فلازم تبقى بحالة من تيند ستريتش وبالتالي من تيند كونتراكشن طب أنا ممكن أزود التون كده قفرد ضاهي كويس قفرده كده بلعب في مين؟ بلعب في الجاما في الهير سنتر في أربعة فاسل تاتري وخمسة أنيبيتور طب أنا محتاج التون أكتر في أني مسل في الانتيجرافتي لأن الجرافتي عاوز أتكومني إنت لو أطلقت رصاص على واحد ما هويته تتكوم على طول يبقى التون اللي بيمنع تكويمه في الانتيجرافتي أم ربنا خلى الجرافتي تشد الانتيجرافتي أكتر اللي بيعكسوه فيبقى فيها تون أكتر يعني مشكلة حل روحها سبحان الله سبحان الله حاجة يعني عارف وأنا بحكي لكم في السلجي بالأمانة يا أولاد يعني أنتوا بتنبسطوا مثلا بنتكوا سمعين في السلجي أنا مبسوط لأني حاسس كده من أنا في حالة يعني تهدق كده وتأمل في عظمة الخالق إيه ده إيه الرواع دي يا ربي ريسبتور ريسبتور له إيه فرنت قادرة غير السنسبتي بتاعته كل حالة تنطق بأنه وراء الخالق خالق وراء الخالق خالق لمن يفهم يا أولاد فين بس ما نشعرس إيه غربنا خالصة خلاص هنقفل ونبقى فضلنا حتى صغيرة في السترشي فلكس ونقول معها في الانبيرس والحاجات طيب نشوفها بس راحت فينا طيب ليه هيسألك سؤال ليه المسل تون ديز نوت شو فتيك ليه المسل تون ما بتتعبش ديز نوت شو فتيك واحد لأن واحد واثنين الكنتراكشن سبتتانيك أولترنيكي ما يعني خمسة يشتعلوا ويريحوا بالتبادل مع خمسة تانية يبقى سبتتانيك أولترنيكي طيب السابق الثالث الأوائل إن إحنا قلنا العضلات يبدأ فيها نوعان من المسل من المسل أو فتيك والتي تكون ديز نوعان من المسل خمسة تانية ومسل أو فتيك وفيه ومسل أو فتيك تتعب يقوم من يقوم بالتون أساسا الذي يدعب فتيك طيب يبقى الـ functions of muscle tone functions of muscle tone أول واحدة لديك شايفها to maintain body posture سبب التون يعني ضابط نفسي ثاني واحدة maintain body temperature لما تصور العضلات سكيلة المسل 40% من رزل الجسم تظل حرارة رهيبة تحتفظ بدرجة حرارة 37 وأقول لك حتى إثبات أكثر تصور الناس تتكلم في سويل جهولات لأنها من الخالق يقول لك أنا نشفت بالبرد نشفت يعني زودت التون تصور هذا يزود الـ production 100% انك انت نشفت كده التون زد في أكثر طبعا نشفت يزوده 100% تسهب بالبرد لأن هذا التون أفضل يشفت كده التون يستمر بادي بادي تجربة ثم الوظيفة الثالثة أنه التون في اللوح يسقني للأفضل يساعد الفينس وتنفاتيكريتيات الجرفاه وتمنع الهاتف والفالس التمنع على اتجاه الدم مثل الثلاث تحديث. اذهب لكم من تحت اضراء تربيزة. استخدام بمثل ، لو متكتب علي البورد ، يبقى لازم أثبت نفسي كده دراعي فضاء معين عشان صابعي تتحرك وتكتب كده لكن لو دراعي سايبة ما فيهاش تون فاترش يعج أي Voluntary Movements يبقى كل Voluntary Movements ليه Back Ground Muscle Tone يبقى هي ال Back Ground لأني Voluntary Movements أجيب حاجة من حتة عالية غير أجيب حاجة من تحت الترابيزة غير أقعد أكتب على البورد كل واحد أثبت وضعي فضاء معين عشان أدراع من الحركة ما عرفتش أثبت نفسي ما فيش حركة يبقى ده المسل تون يبقى فيه عجالة كده فيه عجالة ده أشهر سؤال على الإطلاق اللي هو The Physiological Significance of Stretchy Flex تبقى عارف إنها Stretchy Flex Helped to maintain muscle land and to resist any trial to chain that land أي عادة تعليها moderate stretch لا تتطول على ال contract عشان تأثر تاني ترجع و تتطول على ثم الرول ورانتي موهمتس الرول في الورانتي موهمتس تشرح على حقين الجمال اللي هم السيربو أسيست السيربو أسيست والدامبيج ثم تشرح المسل تون إنها ريفلكس سابتتانيك ألترنيتك ريفلكس سابتتانيك ألترنيتك لا هذا تبقى كلمات كل واحدة مليون جنيه هي ألترنيتك عشان ما يتعبوش سابتتانيك يعني بصر كل واحدة لوحدها سابتتانيك والألترنيتك هست فيه خمسة وريفلكس خلاص إيه طب ليه فيه تون ليه فيه كونتينيواز كونتراكشن بالعقل لأن فيه كونتينيواز بكام طريقة بثلاثة إن المسافة بالأورجن من سيرشن في الخلق أطول من طول الفعل عضلة أنا ممكن أزوم التون باللعبة في الجاما بريفرا بارت طب هي مفروض تبقى فين؟ في المصر اللي بتعاكس تأسير الجرافت توقعني في الانتيجرافت هي تأتي اوتوماتيكا الجرافت بتشد الانتيجرافت أكثر ففيهم تون أكثر طب لماذا لا تتعبش؟ تكتب ده كله لأنها سابتتانيك ألترنيتك وأنها في السمول سلو ريد ماسل فايبر ليرزيس فاتيج طب إيه وظائف التون؟ منتين حاكتين البادي بوشور هذا الأهم منتين البادي تيمبرتشور يبقى منتين حاكتين بادي تيمبرتشور بادي بوشور وبادي تيمبرتشور تساعد الفينيس والنفاتيك ريتيرني من تحت الزوء والفلز يبنعه الارتجاع وبعدين الباكراومت فقبل دقتين وهنقفل بكده هؤلاء الزوء والإنفرس تريدشي فلكس عشان قطر تفهم إيه القسم؟ اللي هو الوحيد قلنا اللي بادي سينابتك إنفرس تريدشي فلكس هنلدقيها حالاً إنفرس تريدشي فلكس طيب فنشوفها حالاً سانية سانية قليل من الوقت قليل من الوقت مرحباً سيئاً شكراً حالاً هذا الأوراق نجد أن أقوم بكل الوظيفة الوحدي مصور ومخرج وممثل وإضاءة كل شيء إمبارس تيتشفلكس اللي هو الأوتوجينيك إنهيبشاني حينها في 6 نقط ونمشي هم عكس المسل توم بالظبط ونقولنا يا أولاد اي عضرة تعمل لها moderate stretch تعمل contraction والغرض الحفاظ على length تقولنا حاجة جميلة جدا كل شيء يزيد عن حده ينقلب الى ضده لانا العضرة عملت لها مارك الستريتش وعملت مارك الكنتاكشن زي ما انت بتصورها تتقطع فربنا خلى العضرة فيها قوة عاقلة بالخالط لما تعمل لها مارك الستريتش ما تعملش مارك الكنتاكشن هتقطع بالعادة تعمل relaxation الغرض هنا مش الحفاظ على length الحفاظ على التنشن على الشد عشان مش من كتر الشد هيها تتقطع لو قومتك وعملت مارك الكنتاكشن زي ما انت عاوزت مارك الستريتش عن مارك الكنتاكشن هتقطع فبالعكس تريلاكس يحصل لعكس الحفاظ على التنشن عشان كده سموه inverse inverse يعني العكس inverse stretch reflex كلمة verse يعني عكس inverse stretch reflex كان فيه فيلم اسمه كريمر vs كريمر داستون هوفمان هوفمان تخذ فيه أوسكار فارس على العكس طالب يقول لي اعطينا مثال انت قلت لنا ان اي رفليكس نشرحه في ست نقاطع والاين لو انا بقى بالقوائد هم هم حتى ليه انا بنهي بيه عشان نقارنه بقى مع stretch flex يبقى الليستيملس ليه هي مع stretch contraction لان التنشن زاد في العضلة increase tension in muscle or tendin كنتيجة لايه بقى mark stretch عشان هناك قلنا moderate stretch أو mark contraction عشان عشان ما تتأثر في العضلة ما هي ما تتأثر غير بالmark stretch فربنا اضع ريسبتور في الديندون بيليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليلي الآن على الإسرع الحلقة و الحلقة الأنجزة و هذا يسمى بالاستخدام و هناك كان النظام تمنتين مصلي لانده و هناك كان المخلق من مصلي تشغل و تنجز و تنجز الثوالية انا اقول واحدة وانت تقول الثاني في الستريتش ريفليكس الستيميلاس is moderate stretch هنا ماركت ستريتش او ماركت كونتراكشن ادى لزيادة التنشل هناك ريسيبتور كان في الفليشي فارت هنا يجب ان يتحط في حتة جاندة عشان ما يتأثر غير ماركت ستريتش جولج يتن من أورجن هناك كان الأفرنت 1A هنا 1B نقطة الرابعة هناك كان مونو سينابتك هناك باي سينابتك نقطة الخامسة في الحالتين الأفرنت 1A اللي بيغازي العضب هناك كونتراكشن هناك ريكسيشن نقطة السابعة الأول المسل كونتراكشن كان الغرض تمنتين كونتراكشن 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 لا يعprove التمية انه يغال سarity تصين كونتراكشن هناك مو肌 كونتراكشن كونتراكشن كل än كونتراكشن و знаком بالكونتراكشن الكونتراكشن كونتراكشن هناك كنت عاوز أحافظ على لينف هنا عاوز أحافظ على تنشى فأقوعة تنسى وعندي سؤال أخير أسألو لك اللي بدأنا بيه ويسألو لك الأخ لو قال لك قول المصل من حيث السنتر ومن حيث موضع ريسيبتور ومن حيث عدد السينابس من حيث السنتر سباينار ريفلكس من حيث وضع الريسيبتور في المصل يبقى ديب ريفلكس من حيث عدد السينابس يبقى منو سينابتيك من حيث السنتر سباينار ريفلكس من حيث مكان ريسيبتور ديب ريفلكس الاختلاف هو في السينابس هناك كم مونو سينابتك وهو الوحيد اللي مونو سينابتك هنا باي سينابتك وهو الوحيد اللي باي سينابتك يبقى في كل ريفلكس هؤلاء اللي خدت اتنين ديوقتي طبعاً اللي خد معظم الوقت اللي خد وقت قليل جداً عملتهم في مقارنة راقعة السلاصير الست نقطة والقيم هما الاثنين سباينار ريفلكس هما الاثنين ديب ريفلكس بس واحد في المصر الثاني في التندوم مش فرقة مش فرقة عنها ديب فرقة في الشغل الفرق بقى المهم جداً ان ده مونو سينابتك انما ده باي سينابتك وفي الآخر أولاد هشكركم على وقتكم اللي تسهولي وأتمنى أكون كفتتكم ولم يبقى إلا الدعاء بالتوفيق صفقكم الله هذا واحد من المواضيع اللي هي تقيلة قوي في السين اس عاوز تسمع المحاضرة مرة والتانية وتستوعبها كويس قوي لأنك لن تفهم نيرولجي علم أعصاب من غير ما تفهم هذه المخاطرة كويس لأنه في أمراض العصبية واحد من الحاجات الأسية هو وفي ملاحظة في الماء وفي الفرق والطور والحركة فلا فهم من بفاسلتك ومن بأنهيتك و أجل أنسؤهم وأدعا لكم بالتوفيق وفاخكم الله شكرا